مرحبا بكم في السؤال 23 نقرأ الوضعية أنت معلم في مدرسة ثانوية تحتوي حجرة الدراسة على جهاز حاسوب محمول لكل طالب وخلال أحد الدروس تلاحظ أن بعض الطلاب يستخدمون مواقع الشباكات الاجتماعية لنشر تعليقات ذارة عن الطلاب الآخرين ما الطريقة التي ينبغي عليك استخدامها لمعالجة هذا الموقف إذن وضعية واضحة كون أن بعض الطلاب يستعملون الشباكات الاجتماعية مثل فيسبوك و تويتر من أجل النشر تعليقات تضر بسمعة الطلاب الآخرين إذن كيف يجب أن يكون تصرف الأستاذ من داخل قاعة جين الإحتمال الأول نشر تعليقات إيجابية حول الطلاب على نفس مواقع الشباكات الاجتماعية ب إجراء النشاط يتم فيه التعرف على التأثيرات المحتملة لنشر تعليقات ذارة على مواقع الشباكات الاجتماعية س منع الطلاب من استخدام أجهزة الحاسوب خلال الدروس دي تذكير الطلاب بأن زيارة مواقع الشباكات الاجتماعية في حجر الدراسة ممنوعة إذن نمر إلى المساعدة يجب أن يعرف الطلاب التأثيرات السلبية للتعليقات الضارة المنشورة على الشباكات الاجتماعية إذن نبدأ بالإحتمال مثلا الأول حيث أن المعلم أو الأستاذ سيقوم بنشر تعليقات إيجابية حول الطلاب الذين تمت الإساءة إليهم على نفس مواقع الشباكات الاجتماعية وبالتالي هذا تصرف سيكرس المشكل وسيتفاق بالمشكل أيضا وبالتالي لا ينصح به بتت نمر إلى الاحتمال السي منع الطلاب من استخدام أجهزة الحاسوب خلال الدروس طبعا كذلك منع الطلاب من استخدام الأجهزة سوف يعيق إدماج تيك في التدريس وبالتالي يجب أن يستعمل الطلاب الحواسيب داخل الدروس التي ستدعم طبعا استعمالها وبالتالي فالمنع كذلك هو غير صحيح تذكير الطلاب بأن زيارة مواقع الشباكات الاجتماعية مثل فيسبوك، تويتر، انستغرام وغير ذلك في حجرة دراسة ممنوعة كذلك التذكير لن يحول المشكل نهائيا وبالتالي الحل الأقرب إلى الصواب إجراء نشاط يتم فيه التعرف على التأثيرات المحتملة التأثيرات السلبية لنشر تعليقات ذارة على مواقع الشباكات الاجتماعية ده النمر إلى الأجوبة كما قلنا فالجواب الأقرب إلى الصواب هو B أي أن الأستاذ يجب أن يبرمج نشاطا يتم فيه التعرف على التأثيرات السلبية لنشر تعليقات ذارة على مواقع الشباكات الاجتماعية شكرا ترجمة نانسي قنقر